على آخر فقرة لليوم رح نترافع فيها بعالم الطفولة وأهمية القراءة في توسيع من درك العقل والمعرفة وخصوبة الخيال وتأثير على الحقبة المعرفية وسلة المصطلحات اللغوية والحديث بشكل موسع بصرنا الرحب بمريم الحاج عثمان اختصاصية تنمية دعطية وتربوية يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحكم أهلا وسهلا يهلا أهلا وسهلا فيك بالبداية خلينا نحكي نحن من قيمة لازم نمسك أولادنا الكتاب بأي عمر لازم نبلش وبأي عمر لازم ننتقل من الصورة للكتاب للكتاب هلا الكتاب كتير مهم للطفل وكتير مهم للإنسان بالشكل العام يعني العمر اللي لازم نبلش فيه بالقراءة لطفلي وإنه مسكه كتاب إذا يمسك كتاب من عمر الشهري أما أنا أقرأ لطفلي من عمر اليوم حتى كما في دراسات بتقولك أنه هو من عمر المرحلة الجنينية أنه لازم أنا أقرأ لطفلي لحتى يتعود على هالمصطلحات تم ويكون عنده استيعاب وفهم فيما بعد هي شفرات وكودات مبعاية للجنين هلا نحن ورح نفوت بمرحلة جنينية خلينا أقول الطفل على الأرض الواقعة عمره يوم أنا لازم أقرأ له حط طفلي بيحضني وبلش أفتح الكتاب وبلش أعطيه المصطلحات طبعا البسيطة وعطيه الرسوم البسيطة اللي ممكن هو يركز فيها هلا حيقوله أنه يوم شو بيعرف هي شفرات حتعطي للطفل مع جيناته رح يفك بعدين رح يحللها بعدين أكيد خلينا نحكي أنت بتساعد القراءة ببناء شخصية الطفل خلينا نحكي عن أهميتها بشكل عام تمام القراءة بتساعد الطفل كتير على استيعاب وعالفهم على بناء شخصيته واستقلاليته تعطيه الثقة بنفسه هلا نحن إذا نعمل إحصائية للأطفال اللي بيقرأ وأطفال اللي ما بيقرأ وبتلاقي التحصيل الأقديمي عال جدا وتلاقي الفهم عندهم كتير وعندهم الفصاحة والبلاغة وعندهم كمان شيء كتير مهم هي القدرات العقلية العالية للتفكير المنطقي يعني أنا عم هيق طفلي لحتى يصير إنسان سوي متوازن بالقراءة يحسن يعبر عن ذاته يحسن يعبر عن شيء اللي بحاسس فيه بكل طلاقة إحنا أطفالنا إذا بتشوفوا تحت الست سنين أو السبع سنين بتلاقي نوبات الغضب الكبيرة إلى إله لأنه ما عنده هالمخزون اللغوي لحتى يعبر عن شيء إحباط هو عايشه أو حزن أو أي شيء بياخد بمشاعره بيحس فيه بمشاعره ويقولين إلا للأم أو للمربي أسهل لغة هي بادي لانجويتش بتلاقي عصب تلاقي عطاني هالإنفعالات هاي والتعصي نعم مريم حسنا نحكي أكتر ولكن خلينا نروح سوى وانتبع بهالتقرير التالي فوائد القراء تتعدد فوائد القراءة للأطفال فهي تساعد في تحسين مهارة القراءة وتمرين الدماغ وتحسين التركيز عند جلوس الطفل للاستماع إلى القصص كما تساعد القراءة الطفل على فهم البيئة المحيطة به والتعرف على الأشخاص والأماكن والأحداث البعيدة عن تجاربهم الخاصة تحسن القراءة المفردات والمهارات اللغوية حيث يتعلم الطفل كلمات جديدة ويميز كيفية تكوين الجمل وفي معرفة استخدام الكلمات وقصائص اللغات الجديدة التي يتعلمها في القراءة والكتابة تطور القراءة مخيلة الطفل فالدماغ يحاول الأشياء التي يتم قراءتها إلى صور في مخيلة الشخص ما يساعد الطفل في توظيفها بحياته اليومية تساعد القراءة في تنمية شعور الطفل بالأحداث وتخيل نفسه في مكانها وكيف سوف يتصرف فيها المتعة حيث يمكن اللجوء إلى القراءة عند الشعور بالملل وتحسين الأداء الأكاديمي فالأطفال الذين يقرؤون يحققون نتائج أفضل في جميع المناهج التعليمية التقليل كثير حلو عن أهمية الكتاب نكمل بالحديث معك خلينا نحكي عن واصفات الكتاب أكيد لك المرحلة عمرية لون كتاب معين خلينا نحكي بالأعمار شو المرحلة العمرية والكتاب المناسب لك المرحلة صحيح نحن نقرأ لطفلي بأول يوم فكتير مهم أني أنا يكون عندي الكتاب يتحمل ضغط الطفل لما يصير بيومسكو بالعمر الشهرين ثلاثة يصير بيومسكو يكون قيماشي لما يحطه بطم ومين أزع هلأ بعدين لما يصير عمره سنة سنة وشويه يكون من الفوم أو الورق المسقول لحتى كمان يتحمل هذا الضغط كتير مهم أني أنا أعطي لطفلي صور ما تكون فيها كلمات كتيرة أعطي فيها صور بسنة ونص سنتين وبعد سنتين ونص أعطيه كلمات يحفظها كفلاش كارت يعني ما تكون الصورة كلها ياتا جواتا على الأقل كلمة أو كلمتين أكتر على الأكتر ثلاثة كلمات على هالصورة هاي اتعبر شو فيها الصورة طبعا أبلش أنا بالكلمات من بعد سنتين ونص لطفلي حتى يبلش يحل الهرنموز ويشوفها ويصير يتعرف عليها حتى بعدين بثلاثة سنين ونص يتعرف على الأحرف والكلمات والجمل طب كمان لازم يكون بالكتاب أني أنا بعيد عن كل شيء اسمه كتب ديزني لانت بعكس ما نحن نعطي لأطفالنا الكتب اللي فيها خيال خيال الجامع هذا ما بيفيد الطفل بالعكس ممكن ينقلوا لطفل من خيال الواقع من النعيشة الوقعية بيقول بينمي الزكاة عند الطفل كتب الخيالية هيك نحن كتير معرف هاي المعلومة هلا إذا أنا بدي يفوت كتاب الخيال والجنيات والساحرات أنا بيعطيها للطفلي بعد الست سنين ليش؟ لأن الطفل بالست سنين للست سنين ما بيفرق بين خياله الحقيقة لأنه عنده اللاوعي شغال أكتر من الوعي فإذا ألتي له أي شيء فهو صح فأنا ما بدي خلي طفلي ياخد معلومات غلط أو ياخدها بخياله مثل مثلا نعرف نحن الطفل إذا ألع سنو بيحطها تحت المخدة بيتنى مثلا لا تيجي أنه هي تعطيه مثلا جائزة بدعة هلا أنا كتير يعني مهم هذا السؤال يعني بالنسبة لي مثل هيك شي بنحكي للطفل أنه هذا الشي واقع ولا مو واقع يعني شو رأيك أنت مثلا نقل لهم أنه ما في فاري أصلا شو ممكن نتصرف مع الطفل حكايات الرجنيات والساحرات الطفل بصير عنده ممكن يزيلب معه الخوف وممكن يقلب معه أنه يدائما سالح الطفل اللي عنده محبة للفاري اللي بينتره ليقلع سنو لياخد الجائزة منه هلا هي شخصية هي شخصية عند الطفل وهي شخصية كرتونية أو شخصية خيارية أنا من خليني أني أعمل هالشخصية بشكل أنه أعمل بكذا بإيدي كذا تطلع كذا أعمل حركة أو تمتم بكلمات تطلع لي أو ممكن استنى الجنية لحتى يطلع لي أو الشخصية هي لحتى تطلع لي لحتى يعطيني الشي معين يعطيني الشي بتالي استنين تمام هلا أنا الفكرة اللي بدنا نقوله أنه أطفالنا غايبين عن الواقع ولما بيجوا بعد الست سنين سبع سنين يصير منطالبهم باش أشياء هني اللازم بعمرهم يعملوها فبينصدموا يعني هو صحي بس هذا هو السؤال صح ولا غلط نقوله في فاري جابت لك الشائزة ولا نقوله لأ نحنا حطينا لك اللي هدية بدل السن هذا هو السؤال يعني الأهل مشان يقدروا يتصرفوا مع أطفالهم بالشكل يعملو الكنترول على الخيال تمام تمام هلا أنا إذا بدي أقولك شخصية طيب وينها الشخصية تمام ما لي شايفتها ما لي شايفها هلا بتقولي بيتنمي الخيال أين عم بتنمي الخيال وإنما هي شخصية ما لوجود أصلا فأنا عم أواد ما أخلي طفلي يركز وينتبه وهي مهمة جدا أنه كل الطلاب وكل الأطفال عنا مشكلة بالتركيز والانتباه دائما سرحان دائما بالخيال هذا الخيال ما بيعلم الطفل نحن بدنا الخيال يعلم الطفل هلا أنا ببلش بي أني أنا نميه له خياله ولكن أني أنا أول شي عارفه على الواقع اللي عايش فيه حتى يتكيف فيه بعدين أنا نقلو للخيال الشخصية اللي عم تحكي عليها أنا فيني يقلو ممكن حتى تلاقي شغلة مثلا تحت مخدتك لما تقيم سنك مو ضروري يجب له الخيال أو الشخصية الخيالية أو عايشه بي بحالي عايشه بحالي ويمكن إذا رسمت له يصير يتشبه فيها كنا نحن نقلدها ونحن صغار بعدين نصدمنا أنه هي مالا موجودة أصلا فأنا بدي خلي الطفلي يتكيف مع الواقع وبعدين يعرف أنه فيه خيال أي بعرف أن هي اسمها ساحرة هي اسمها جنية صار عنده التفكير المنطقي شغال وفعال بالست سنين أما تحت الست سنين الواقع أفضل يعني مبسوعات علمية نباتات حيوانات ممكن أنا أقول الحيوانات عم تتحدث مع بعضها كعيضة كنصيحة وأنما الخيال والجنيات من القراءة وأهميتها للأطفال إلنا نحن من عمر صغير من هو ببطن أمه بابا هو جنين لازم نحن نعوده على القراءة ليش؟ طمعه كتير حالو أول شي نحن نوسع مدارك الطفل والحاسة الأولى اللي بتخلم على الإنسان هي الحاسة السمع فأنا كتير مهم أني أنا دائما أحكي مع طفلي حتى لو طفلي مع برد علي دائما أني أنا أغني طفلي بمفردات بعدين رح يصير عندهم هالمخزون اللغوي يقدر يعبر عن حالو فيه هاي المخزون اللغوي مو بس يعبر عن حالو فيه سيدي عنده قدرات استيعاب وفهم للآخر يعني كمان أنا بدي خلي طفلي عنده مهارات اجتماعية فبالقراءة هيتعرف الطفل على مشاعر الآخرين ويدخل عقليات شخصية لحتى يستوعب كيف عم بتفكر وكيف عم بتشعر فأنا بالنهاية هأخذ القرار الصح بناء على علي أنا وبناء على الآخر أني أنا ما أجرح مشاعره أني أنا أحطه بالصورة أني أنا كمان كون بيفعال وعندي مهارات عالية اجتماعية طيب هل بيعواد الموبايل أو أي شيء تكنولوجيا عن الكتاب؟ أفضل إذا بدنا نحكي عن الموبايل وهي تقولي مثالية كتير أنه تحت الست سنين نبتعد تماما عن عن الكترون على سنتين ونص من قول ممنوع الكترون بعد سنتين ونص ممكن نسمح له ربع ساعة من الصعب الكتير للست سنين وإنما بيقولوا لك كتب بي دي اف نحنا منرفض هذا الشي على الأطفال نحنا كبار أوكي ما في مشكلة نحنا كبار ما كتير من التابل ونحنا منتداع من الإضاءة حتسبب لنا مشاكل بالبصر والعادة حتى غير بس تجيب الكتاب وتقرائي الخصوصية وفي إلومي حميمين ونحطي طفلك بحضنك هو حم بيقلب الصفحات مثلا إذا ناخد البروتوكولات كيف ممكن أنا أقرأ لطفلي كتير أصلا الطفل اللي بيكره القراءة من وراهم وما بيقرير لازم نغيره طبقات صوت صوت أو هيك متوقع ما رأيتك حلوة بتكون هلا كتير نحنا مندور على أطفال إنه يكونوا ناجحين وأدكياء بنعمل جهدنا كتير ومندورنا على أحسن مدارس وأحسن أسات زيل حتى فعلا يكونوا ناجحين وأدكياء ومنخفل عن أهم معنصر اللي هو القراءة قراءة هالي خلي الطفل يبحث على المعلومة ما ياخد المعلومة الجاهزة ويستهلكها من الأستاذ أو المعلم على البرتوكولات اللي يزم الأم أو الأب أو أي مربي ممكن تاتة عم جده اللي ياخدها مع الطفل لحتى يقراله ويحفزه على القراءة ويحببه القراءة إنه يحطه بحضنه أو جنبه يعني خلي تجربة شيقة على القراءة تكون فعلا الممتعة يتذكر فيها ذكريات جميلة أنا ما أقول لطفلي عم بنط من هون إلى هون هو ما عم بيسمعني هو عم بيسمعك هو عم بيتحرك عنده حركات كبيرة بده ينط بده يتشأل وإنما هو معك سمعانك فلا تقولي طفلي عم بنط من هون وهون ما لسمعني ما نمركز هو مركز وإنما مركز بطريقته فأنتي قري على كل الأحوال حتى لو عم بتحرك كمان إنه ممكن كتير إنه هو يقلب الصفحات يعني خليه هو يقلب الصفحات خليه ركز بالألوان خليه ركز بالصورة وقالي له شو عم بيعملوا مثلا نتعلوا بالأرنب شو عم بيساقوا شو رأيك حتسي شو رأيك الأحداث اللي بعد بها الصفحة شو ممكن تكون هاي التجربة الممتعة والشيقة ما تكون تجربة تماما قبل ما نختم في سؤال دائما لأولاد بيسألوا ليش مين شوفي 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 صحيح ليش أسئلة أسئلة هل صح أنه نحنا نجاوبون لأطفال الكتاب يبحثوا هنين عن الإجابة ويستنزوها أو نقدم لهم إجابة من خيالنا نحنا مبنية ونكبرة بعقلهم تمام هلا أنا إذا علامت طفلي تقافة القراءة لماذا تبعه ممكن تخف لأنه عم بيلاقيها بالكتاب عم بيلاقي الجواب الفكرة اللي بدي أقولها لسؤال حضرتك إنه يعطيه الكتاب وهو يقرأ ما رح يقرأ إذا أنا معت معه وهو مرة أرى أنا مرة أريت وتلونت تلوين صوتي بنغمات صوته وصوتي وعلمته هاي المهارة هاي الحالة المهارة أنه كيف يوصل معلومة مهارة التواصل الاتصال كيف يوصل معلومة كتير مهم أني أنا يكون معه فهيدور على المعلومة ويدور عليها بمكان آمن ما يكون مكان يعني الكتاب ماله أكيد وبعد ذلك يمكن يصير تكبر معه هاي الملكة أو تكبر معه هاي المهارة يدور عليها بموسوعة يدور عليها بالنات فكتير مهم اني انا علم طفلي كيف يدور على المعلومة فكلمة الليش حتخف معه اذا كان هالثقافة موجودة اصلا انا مرسخة في هالثقافة تمام اكيد القراءة كتير مهمة ولازم تكون هي ثقافة يومية وشي ضروري عند الاهل ينبلل خمس دقائق عشر دقائق ما حتاخد كتير من وقت اذا قعدت مع طفلة متشكرك متشكر معلوماتك القيمة ومشوفك بحلقات قادمة شكرا يسعد صباحكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا ويسعد صباحكم